اشتركوا في القناة امارات العربية المتحدة بغيادة مالك الصغير بن محمد بن سيف المنصوري وتحت لواء الاعصار الغربي ها هي انطلاقة ايضا شوط الخنجر شوط الخنجر المفتوح للقاء الجعادين انطلاقة موفقة انطلاقة سليمة انتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الاشواط الغادمة مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط برزان للسيد حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري على مقدمة هذا الشوط ننتقل الى المركز تغيير على المركز الثالث إلى المركز الثاني في هذه اللحظات زاهل السيد محمد بن الصغير بن محمد المنصور يباحث عن الرمز الثاني في هذا المساء والسلامات إلى هالي الغربية بدأ يتسلل بدأ يندفع إلى مخدمة هذا الشوط المركز نشوف اللي في المركز المركز الرابع نأخذ اللي في المركز الرابع وفي المركز الرابع مشاكس للسيد راشد بن حليبا الخليفة الرميذي وفي المركز الخامس المركز الخامس السباح للسيد محمد بن مبارك بن ريو المنصوري هذه النتيجة هذا أول للمراكز الخامس الأوائل ونرجع إلى المخدمة نرجع إلى مخدمة هذا الشوط إلى زاهل وهو يزهو على مخدمة هذا الشوط مع شوط الرمز مع شوط الخنجر تنتظر الخنجر هذا الشعار يعرف طريقه إلى الرموز دائما مع الرموز هذا الشعار شعار الأعصار الغربي على ظهر زاهي للسيد محمد بن صغير بن محمد المنصوري المركز الثاني المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني برزان للسيد حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري على المركز الثاني باحث عن الرمز باحث عن الناموسي في هذا الشوط ننتقل إلى المركز الثالث شاهين مع السندباد القطري صالح بن حمد بن قمر النابت بغيادة المضمر حمد بن محمد بن سالم بن يحويل ننتقل إلى المشاكس مع رئيس الحجانة راشد بن حلي بن خليفة الرميذي وفي المركز الرابع المركز الرابع السباح وهي السباح في عمق هذا الميدان للسيد محمد بن مبارك بن يريو المنصوري هذه النتيجة هذه النتيجة ونحن ننتظر السامي أيضا غادمة للمنافسة مع الخمس الأوائل إلى مقدمة هذا الشوط مع شوط الخنجر مع شوط الرمز للقاية الجعادين المبتوحة نرجع إلى المقدمة نرجع إلى زاهي وهو يزهو على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن الصغير بن محمد بن سيف المنصوري الذي يفتتح الرمز في هذا المساء مع الغربية وإلى أهالي الغربية وإلى أهالي بينون مع هذا الشعار مع هذا المالك محمد بن الصغير بن محمد بن سيف المنصوري على مقدمة هذا الشوط برزان في المركز الثاني للسيد حمد بن غانم بن سلطان الهدي في أيضا باحث عن الخنجر يبقى يهدي الخنجر إلى أهالي مع ذر في دولة غطر يا السلام على هذا الأداء الأداء المتميز أرى اللي في المركز الثالث للساع قادم للسيد حمد بن نافع الشدي المنصوري وفي المركز الرابع من الجانب الثاني نشوف المركز الخامس المركز الخامس شاهين للسيد محمد بن بطي بن محمد الغفلي المهندس والمحلل خادم غدوم غوي مع شاهين يبا يقتحم أيضا الرموز مع هذا الشعار مع شاهين نرجع إلى زاهي زاهي وهو زاهي على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد لكن التغيير على المغدمة على السباح بدأ يسبح حفيق عمق الميدان مع الخنجر يا السلام على هذه السباحة على هذا الأداء سباحة رياضية حركات رياضية في هذا المساء مساء الرموز لسن اللقاية ها هو السباح على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن مبارك بن يريو المنصوري مع السباح على مقدمة هذا الشوط يا السلام على هذا الأداء والعصال أزالت والأبطان والركز الغاي يا السلام يا السلام على السباح بدأ يغادر بالخنجر إلى هالي دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة إلى هالي الوذبة على هذا الأداء الجميل على هذا الأداء المتميز يا السلام لكن أرى السندباد الغطري السندباد الغطري غادم أيضا غادم مع شوهين لكن مجد من الجانب يا السلام هنا هنا زاهي في المركز الثاني للسيد محمد بن الصغير بن محمد المنصوري ومجده ولكن الخشمري للسيد مبارك بن محمد بن نصرى العامري يا الله يا رجل منفاجهات اليوم ما شيخ شمره اليوم انتزاع الرموز اليوم التحدي وانحن في ميدان التحدي ها هو السباح لا زال يسبح بيدين أهل هنتين على مغدمة هذا الشوط يحرك يحرك يدور يدين وريول على أرضية هذا الميدان يا السلام يا السباح السباح يسبح إلى الفوز إلى التتويج إلى الخنجر إلى السلامات مع انتاج محمية مرقم من سلالة شاهين الملقب شاهين دقاش شاهين هجن العاصمة يفرض نفسه بهذه السلالة المميزة مع السباح يا السلام يا السباح بنقول بنقول سلام ولا لا على العموم نحن نقترم من خط النهاية والسباح يقترم سلام سلام عليكم ياهل الوذبة واسعد الله مساك يا بن يريو على انتزاع الخنجر من هذا المهرجان المتميز تهانين من العماق للسيد بن يريو المركز الثاني القشمري للسيد مبارك بن محمد بن نصر العامري المركز الثالث المركز الثالث زاهي للسيد محمد بن الصغير المنصوري وفي المركز الرابع الذي وصل في المركز الرابع النايف للسيد حمد بن محمد بن مسفر اليومي وفي المركز الخامس المركز الخامس شاهيل السيد محمد بن بطي بن محمد هل أغفلي هذه النتيجة وشاهدته إيانا أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام شاهدته السباح وهو يسبحي بالخنجر إلى هالي دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة إلى هالي الوذبة ها هو السباح ساعة وصوله واحتلاله المركز الأول وانتزاع الرمز بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار هادنا إلى هالي دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة إلى هالي الوذبة بهذا الأداء الجميل بهذا العرض الطيب الذي قدمه في هذا المهرجان المهرجان المتميز مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليف الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وها هو السباح ساعة وصوله إلى خط النهاية بعدما تجاوز خط النهاية بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار وهو منتزع الخنجر في زمن وغدره سبع دقائق وخمس وثلاثين دانية وأربع أجزاء من الثانية هنينة للسيد محمد بن مبارك بن يريو بن محمد المنصوري والذي وصل في المركز الثاني الغشمري وصل في المركز الثاني غاطع مسافة الخمسة كيلومتر في زمن وغدره سبع دقائق خمس وثلاثين دانية وتسع أجزاء من الثانية تهانينة من الأعماق للسيد مبارك بن محمد بن نصر العامري والذي وصل في المركز الثالث زاهي وصل في المركز الثالث غاطع مسافة الخمسة كيلومتر في زمن وغدره سبع دقائق ستة وثلاثين دانية بالنوة التمام تهانينة للسيد محمد بن الصغير بن محمد المنصوري تهانينة للجميع على هذا الهداء المتميز في شوط المفتوح للقاية الجعادين شوط الخنجة